انت كنت واحد من الهدفين اللي بيسجله هاتريك كتير انا اتذكر مثلا هاتريك بولندا في مرمى بولندا في 2002 كاس العالم ايه هي او ايه هو افضل هاتريك او اكتر هاتريك ما تنسوش في حياتك الحقيقة ضد مارسيليا انا انا فاكر بارسيليا وباريس سان جرمان انا مش هنسى اليوم ده ومش هنسى الاجوال اللي انا جبتها في اليوم ده انا بشكرك ان انت نفسك فاكر حاجة زي دي انا انا عن نفسي بابقى مبسوط جدا لما لاقي حد من جمهوري او لاقي حد من الفئة الرياضية بيبقى متابع معايا حاجة زي دي فانا بشكرك من نفس ان انت فاكر حاجة زي دي لا بالمناسبة اللقاء ده مش بس بقدمه كمقدم لهذا البرنامج ولكن لانك واحد من المفضلين بالنسبة لي بالنسبة لي كنت واحد من اهم المهاجمين اللي جون في تاريخ الكورة يعني انا بتاولي جاعدة بتاولي جاعدة شكرك جدا انا ودهش عرف ليه طيب عايز اقالك بالمناسبة دي لو قلت لك على تشكيلة او تختار تشكيلة مثالية على مدار مشوارك في كرة القدم تختار تشكيلة هي الافضل اللي لعبت جنبها بص للاسف انا مش هقدر اخطار تشكيلة حاليا لان انا لعبت مع ناس كبيرة جدا اسميا وناس يمكن احسن مني زي فيجو زي رونالدو زي ناس كتير وزي فرناندو كورت ولكن ناس كبيرة وانا خايف انسى حد وحد يزعل مني ولكن انا شايف ان فيه ناس كتير قوي جدا زي فرانك زي مرصيف زي لعيبة كتير جدا يعني انا لو اختارت من هنا لغاية سنة قدام هيبقى لعيبة كتير جدا وزي مرسل جالدو باريس ناس كتير جدا في حياتي انا لعبت معها ولعبوا جنبي في الملعب فانا لو انا اتكلمت عنهم وسميت اسامي مش هنقضي جوا الملعب احنا مش هنقضي جوا المستطيل الاخضر يعني فيعني زي الفين واربعة كده يعني كانت دي انسب سنة بالنسبة لي في الملعب طيب لو قدت لك سؤال بطريقة قلطف شوية وما فيهاش احراج وقدت لك حط نفسك ما بين تشكيلة مثالية في الجيل الحالي في الجيل الحالي تحط نفسك في تشكيلة فيها مين من اللاعبين للأسف هو الكورة دايما بمن يلعب في الملعب يعني 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 الكورة ما بتجيش دايما بالأسامي يعني هي هي اكتر بتبقى خزوز بس انا انا بالنسبة لي ان دلوقتي كريسيان رونالدو ويعني كريسيان رونالدو لو معايا دلوقتي في الملعب انا احس ان احنا كنا ممكن نحقق حاجة كبيرة جدا وانا مبسوط جدا لو هبقى معاهم في الملعب حاليا لان دي لعيبة كبيرة جدا رغم تاريخي اللي انا اضيطه في الملعب بس انا شايف ان هما اكبر اكبر بكتير طيب لو سألتك في الوقت الحالي مين في رأيك اكتر مهاجم بتستمتع به افضل مهاجم في العالم في الوقت الحالي لو اعتبرنا انك بس اقول له كده كده هو واحد من اعظم الاعظم في التاريخ بس في الوقت الحالي من المهاجم اللي بتحب تتفرج عليه جدا انا شايف بالنسبة لي امبابي ممتاز 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 انا ببقى متمتع جدا وانا بتفرج على امبابي وهو مش لعيب بس يعني انه هو بيقدر في الملعب لا هو لعيب كمان بيبسط الجمهور اللي بتفرج عليه فانا شايف ان امبابي ده حد بالنسبة لي حاجة جميلة طيب ممتاز شايف